السلام عليكم. اهلا بك بشماندسة في المحاضرة الرقم 9. هنتكلم في محاضرة النهاردة عن الامج كومبازتنج and manipulation. الكونسبت الخاص بالامج كومبازتنج بسيط جدا. يعني الفكرة من الامج كومبازتنج ان انا بيكون عندي امج زي الامج اللي قدامي دي كده. وعايز اخد الدج اللي موجود هنا. وابدأ ان انا اضيفه في اه صورة تانية. يعني احنا بنعمل ميرجنج ما بين صورتين مش اكتر. او ان انا بيكون عندي object والobject ده باضيفه في السين بتاعي. وفي نفس الوقت لما اضيف الobject في السين او في الامج بتاعتي ما يكونش باين خالص ان هو في حاجة متضافة على الصورة. يعني انا جبت اي حد وطوله بص على الصورة دي ما ياخدش باله ان الصورة متعدل عليها. فالفكرة هنا ان احنا بناخد الدج بنعمله اكستراكت من هنا باستخدام ماسك مثلا من ولا اي حاجة زي ما نتكلم بعد شوية. وبعد كده باخد الدج بعد ما اعمله اكستراكت ابدأ ان انا اضيفه هنا على السين. وطبعا لازم بقى بعد ما اضيفه على السين اعمل التشيكة على الباوندرز بتاعت الobject نفسه. اللي هو الدج اللي انا اضيفته هنا بحيث ان هو الدج والواتر اللي موجودة هنا يكون ما بينهم بشكل كويس. يعني انا مش عايز يعني بتاع الدج نفسه تكون شاربين قوي وبالتالي يبني ان في حاجة متضافة على الصورة. وطبعا حاجة زي كده اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت لما شرحت لحضرتك ازاي ان احنا يعني بنعمل البيكسل اللي بتكون موجودة. سواء بقى البيكسل دي هي بلاك بيكسل او عندنا بلاك هولز قيم مفقودة في الصورة عندنا بالنسبة للبيكسل وازاي ان احنا بنعوضها يعني باستخدام الانيور سيستم. لو انت فاكرة المحاضرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم في الانبينتنج وكنا بيكون عندنا الصورة والصورة دي فيها مثلا مكان فاضي او ميسنج بيكسل قيم مفقودة بالنسبة للبيكسل. فكنا في الحالة دي بنحل بنعمل يعني باستخدام الانبينتنج وكنا بيجيب كنا بجيب كل قيمة المفقودة عندي في الميتريكس دي اللي هي واي وكنت بحط مكانها القيم بتاعت اللابلاسيان فلتر. لو انت فاكرة يعني اللابلاسيان فلتر شارحنا كل الكلام ده بالتفصيل. فهنا كنا بنحل الاكويشن على اساس ان هي بتش�� New. يعني انا بديله هنا في المكان المفقودة عندي. بد começo قيم بتاعت اللابلاسيان وكنا عايزين بتساوي zero. يعني انا بديله هنا في linear system. بديله مكان البيكسل المفقود عندي. بديله هنا القيم بتاعت اللابلاسيون. وكنا عايزين نطلع القيمة دي. تمام? دي هي القيم ال unknown بتاعتنا. دي هي البيكسل الفاضية اللي احنا كنا بنطلع القيم بتاعتها. تمام? فكنت بقول له حليني الéquيشن دي بناء على ان الاتبوت اللي يطلع يكون بيساوي zero. او على الان اللي تكون قيمة قريبة جدا جدا من الزيرو. هو ليه اصلا هنا في المتريكس دي لو انت فاكرة وليه هنا بيستخدم اللابلاسيون فيلتر. اشمعنا اللابلاسيون بالتحديد. لان اللابلاسيون لما بيجي يشتغل يعني لما باخد الفلتر ده وهو طبعه على الصورة. لو في مجموعة بيكسل موجودة في الصورة والبيكسل دي القيم بتاعتها قريبة جدا من بعض. ففي الحالة دي اللابلاسيون هيروترن zero. فانا بقول له حللي الéquيشن عساس ان يطلع zero. معنى ان الاتبوت معنى ان هو الاتبوت تكون بتساوي zero بالنسبة للميسنج بيكسل يعني هيكون فيه smoothness ما بين البيكسل الجديدة اللي احنا ضفناه على الصورة. تمام? انا عندي بيكسل مفقودة فانا بجيب بيكسل احطها ما كان البيكسل المفقودة دي. فانا هنا لما بجيب البيكسل المفقودة وعود بيها مفروض ان هنا اللابلاسيون بالنسبة للبيكسل دي تحديدا تطلع لزيرو يعني. خلينا اوضح حالك اكتر. انا دلوقتي عندي الباوندرز بتاع الدج جو. تمام? دي الباوندرز بتاعت الدج. اللي انا عايز اعمل عليها smoothness. اش معنى الباوندرز? لان انا مش عايز حد ياخد باله ان فيه حاجة متضافة يعني. انا عايز اللي يبص هنا يلاقي فيه بلندنج كويس جدا ما بين المية وما بين الباوندرز بتاعت الدج. تمام? فانا باخد البيكسل دي مثلا اخد البيكسل دي مثلا. اللي هي عند الباوندر بالزبط بتاع الدج. فبيكسل دي بحطها هنا. بحط مكانها اللابلسيون طبعا. بحط اللابلسيون. طبعا وعندك برضو في المحاضرة يتكلم عن نفس الموضوع ده دلوقتي. بس انا يعني بسبق الاحداث بما ان احنا اتكلمنا عن نفس الموضوع في المحاضرة اللي فاتت. فانا بجيب البيكسل اللي موجودة في الباوندرز بتاعت الدج مثلا. وبحطها هنا في اللابلسيون. وبحل البيكوشن على الاساس ده. انه لازم تطلعلي هنا بتسوي زيرو يعني. تمام? اه وبطلع الفاليو دي. فالفاليو دي اللي هتطلعلي دي هي قيمة الباوندرز الجديدة اللي انا بخدها وبعوض بها في الباوندرز. تمام? طب لي انا خدتها? لان يوم مفروض تطلعلي بتسوي زيرو. معنى ان هي تطلعلي بتسوي زيرو. يعني مثلا لو البيكسل دي بتاعت الماية هنا كانت قيمتها عشرة. يبقى برضو عند الباوندرز. اه لو كانت قيمتها عشرة. لو كان عند الباوندرز بتاعت الدج مثلا قيمتها عشرة فمعنى كده ان اللابلاسيون في المكان ده بالتحديد هيتطلع لزيرو لان انت فاكرة فكرة اللابلاسيون جربي كده تجيبي صورة والصورة دي صغيرة مثلا كده ثلاثة في ثلاثة ويكون مثلا كل البيكسل زي فيها قيمة عشرة مثلا حطت كل الفاليوز بعشرة ولو طبعت اللابلاسيون فيلتر هتلاقي ان هو بيطلع لك تقريبا زيرو يعني تمام والكلام ده كنا خدنا عليه مثلا بالاركاب فده يعني فيما اتعلق ذلك ان احنا بنعمل هندلينج على الباوندرز تاعت الابجيكت عشان بس ما حدش ياخد باللون حجة متضافة ويكون فيه بلندينج قويس ما بين الباوندرز وما بين الـ scene نفسه اللي احنا حطنا فيه الابجيكت بتاعنا فكل الفاكرة ان انا باخد الـ values بتاعت اللابلاسيون لكل الباوندرز اللي موجودة هنا كل الباوندرز بتاعت الدج باخد الباوندرز دي كلها وعندي في المتريكس دي طبعا المتريكس دي n by n يعني فيها كل البيكسل بتاعت الصورة. الصف الواحد هنا بيمثل بيكسل في الصورة. زي ما اتكلمنا في المحضرة الفائدة. كل صف بيمثل بيكسل. فانا لما اجي عند البيكسل اللي هي موجودة عند الباوندر بتاعت الدك بالزبط. هحط الـ values بتاعت اللابلاصيون. واقول له هنا طلعاني بتسوي 0. معنى ان هي بتطلعاني معنى ان هو يطلع بتسوي 0. يعني هو كده بيعمل على الباوندرز بتاعت الـ object تمام. طيب بالنسبة للـ learning outcomes هيكلم ازاي ان احنا نستخدم اللابلاصيون عشان نعمل handling او عشان نعمل performally gradient domain compositing. وانا اديت لحضورتك النبذة دلوقتي عن الموضوع. بعد كده هيتكلم ازاي ان احنا بيكون عندنا الصورة بتاعتنا اللي هي اللي هي سريد شانل ريد وجرين وبلو. وهنبدأ ان احنا بقى نزود عليها تشانل زيادة اللي هي اسمها alpha channel. والالفا تشانل دي هنستخدمها بس عشان نتحرك فيه او سوري عشان نتحكم فيه مادة الشفافية بتاعت الـ object اللي انا بضيفه. يعني الـ dog اللي انا ضفته هنا ده. هل انا عايزه يكون باين في الصورة يعني بشكل واضح جدا زي اللي قدامنا ده. ولا عايز اخليه شفاف شوية. شفاف بمعنى ان انا اتحكم في الـ pixels بتاعته. اضربها مثلا في weights. فبالتالي اخلي يعني الظهور بتاع الـ dog نفسه ما يكونش واضح قوي في الصورة بتاعتي. يعني مثلا لو جيت عندي على اليوتيوب تشانل هتلاقيني كنت اعمل حاجة شبيهة لكده باستخدام موجودة في الـ open cv اسمها add waited. الفكرة هنا ان انا كان معاه صورتين صورة طفاحة وصورة لي لعب الكرة اللي قدامنا ده. فهنا آآ كنت بجيب بقى الـ function اسمها added waited وابديها لصورتين. ادي اول صورة اللي هي الـ image. وادي الصورة التانية اللي هي الـ image 2. وهنا كنت بحط بحط هنا two numbers. هنا بقول له خمسة من عشرة وهنا بقول له خمسة من عشرة. دي معنى ايه؟ معنى ان انا بقول له عايز الصورة بتاعت التفاحة تكون باينة في الصورة تكون باينة في الصين بنسبة خمسة من عشرة. وصورة missy تكون باينة برضو في الصين بنسبة خمسة من عشرة. يعني مثلا لو انا رجعت كده. فلني اوركي حاجة. لو تاخدي بالك بص هنا. انا هنا مزود الـ weight بتاع صورة اللاعب اكتر من صورة التفاحة. يعني هتلاحظي ان التفاحة باينة بشكل خفيف قوي. تقريبا الظل بتاعها بس هو اللي باين. لان هنا بصي قلت له ان عايز الصورة الاولى تكون باينة بنسبة 8 من عشرة. والصورة التانية تكون باينة بنسبة 2 من عشرة. فده يعني ازاي ان احنا بتتحكم. هل انا عايز الـ object التاع اللي انا بضيفه على الصورة يكون شفاف. ولا يكون يعني تقيل كده وباين قدامي في الصورة يعني تمام. اه قيمة الالفا بقى اللي هي اللي بتزبط لي القصة دي زي ما نتكلم دلوقتي بالتفصيل. بعد كده يتكلم بقى في مجموعة كده او يتكلم في ميسود اسمها بورتر ديف. بورتر ديف دي يعني مجموعة اكوشن هما بالزبط اتناشر اكوشن او اتناشر طريقة بنستخدم الاتناشر طريقة دول عشان اعمل ميرجنج لـ two images على بعض. لان انا ممكن اعمل ميرجنج باكتر من طريقة يعني زي ما نشوف بعد شوية. بعد كده يبدأ ان هو يتكلم بقى هو compare and contrast strategist. اه ده زي ما قلت لك كده. هنبدأ بقى نقارن الاستراتيجز مع بعضية الخاصة بي البرتر ديف. اللي هي الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نضيف السبتم على بعض. بعد كده هيبدأ بقى ان هو يتكلم في الاخر خالص على الحاجة اسمها seam carving. ودي يعني فكرتها بسيطة جدا خاصة بي بقى موضوع الـ resizing. يعني مثلا انا عايز عندي صورة وعايز اعمل resize للصورة دي. ايه اللي بيحصل اصلا يعني. لو انا مثلا عندي صورة زي كده. اه لما مثلا بعمل لها resize بالشكل ده. بص انا عمال اعمل لها resize اهو. ايه اللي بيحصل في الصورة لما انا بعمل لها resizing? ده بقى اللي بيعمله الالجوريزم اللي اسمه seam carving. تمام? هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل هو فكرته بسيطة جدا برو. فخلينا نبدأ بقى هو اول حاجة يتكلم فيه compositing. بالنسبة للcompositing خلاص احنا فهمنا الفكرة بتاعته. هو ان احنا بنعمل merging لي two images على بعض. هو هنا عنده الصورة دي. عايز ياخد الدج ويحطه هنا في المكان ده. تمام? فالاول طبعا لازم اعمل extract للدج من الصورة دي. ازاي اعمل له extract? هو انا بيحدد حاجة اسمها ام ات او بنقول عليه الماسك او الـ region of interest بتاعتنا. الـ region of interest هنا. اللي هي باللون الابيض ده مكان الدج بالزبط في الصورة دي. تمام? فهو الفكرة كلها ان هو بياخد الـ black pixels. طبعا انت عارفا ان الـ binary mask ده هو عبارة عن zeros و ones. تمام? فكل ده zeros. فانا لما اخد الصفر اللي هنا مثلا اضربه في القيمة هنا. هيطلع لصفر. فاذا كل الجزء الـ black ده. كل الـ black اللي موجود في الماسك كل ده. هيطيار لي الـ water دي كلها. الـ water دي كلها مش هتكون موجودة معي. تمام? لان هي كلها قيم البيكسل اللي هنا كلها اضربت في zero. انما الـ white mask ده او الجزء الابيض هنا ده القيم بتاعته كلها بـ one. فمعنى ان انا اخد قيم بـ one هنا. واضربه في الـ intensity بتاعت البيكسل اللي اللي خاصة بالـ dog. فكده انا بعمل extractor dog. يعني اكني خدت كل البيكسل بتاعت الدج فقط. واضربتها في واحد. فيعملي extractor dog. بعد كده اخده الدج ده وتعمل بيه compositing. عشان ابدأ اضيفه هنا على الصورة دي. تمام? وهنتكلم دلوقتي في الـ 12 طريقة المستخدمة عشان نضيف الـ object بتاعنا على الـ scene اللي موجود عندي هنا. فده يعني خلاصة الكلام اللي موجود هنا. وزي ما قلت لحضرتك من شوية ان موضوع الـ compositing. بنتضطر ان احنا نزود channel على الصور بتاعتنا. يعني الصورة ازا ما احنا عارفين بتكون بتكون RGB three channel. فبيبدأ ان هو يزود عليهم channel الجديدة مثلا. اللي هي الـ A او الـ alpha channel. والـ alpha channel دي بتتحكم في الـ transparency. الـ transparency اللي هو زي ما قلت من شوية. انا عايز الـ object اللي هضيفه على الصورة اللي هو الـ dog ده مثلا. انا عايزه يكون شفاف ولا يكون تقيل وهكزا. تمام? زي الـ example اللي واردهولك على اليوتيوب بتاعتي. فهنا بيكون عندنا الصورة ليسري channel اهو red green blue. وبيبدأ ان هو هنا يزود الـ alpha. والـ alpha دي طبعا بيكون مبارا عن مصك مثلا بالشكل ده. قيم اللي فيه بتكون fringe ما بين الزيرو والـ one. يعني مثلا لو انا عندي one. فخلاص انا بطلع البكسل اللي موجودة في الـ channels دي زي ما هي. لو انا طلعته بزيرو. او لو انا حطيت يعني هنا مثلا كل المصك بزيرو. او الـ alpha كلها بزيرو. فهنا مثلا اه انا بكنسل مثلا التشانل معينة. تمام? اه لو انا حطيت بخمسة من عشرة. لو الـ values مثلا كانت بخمسة من عشرة. فانا بتحكم في مقدار الـ brightness. او مش الـ brightness سوري. انا بتحكم فيه. هل انا عايز الـ object ده تكون شفاف ولا لا. تمام زي ما انا قلت يعني. ده اللي بتعمله الـ alpha. اه فهو انا بيقولك لو الـ alpha دي كانت بزيرو. معنى كده ان الـ object مش هيكون ظاهر تماما. يعني انا اخدت كل البكسل بتاعت الـ object ضربتها في زيرو. فمش هيكون فيه اي حاجة بينا. تمام? طيب لو انا حطيت الـ alpha مثلا اه بواحد فكده مش هيكون فيه اي شفافية. او بيك يعني الـ object هيكون واضح جدا معي. يعني الـ object ده واضح جدا معاه. تمام? لما انا خدت الـ alpha وحطيتها بزيرو. هتلاقي ان الـ object ده اصفا مش هيكون ظاهر خالص. وهو بيقولك ان الـ mate بيكون هو عبارة عن الـ alpha زي اللي احنا كنا شوفناه هنا يعني. تمام? هو ده تقدر تقول عليه الـ alpha channel. طيب هو هنا طبعا حطيتلك visual effects ده application يعني. اسمه نوك. انا شخصيا ما اشتغلتش على الـ application ده قبل كده. المهم اللي الـ application اللي اسمه نوك ده بيستخدم عشان نعمل compositing بالنسبة للفيديوز بقى. لو انا مثلا عندي فيديو وعايز ادخل object معايا اضيفه على الفيديو ده ده فبيستخدمه الـ application ده. تمام? انما انا زي ما قلتلك انا شخصيا ما اضطرتش ان انا اشتغل على حاجة زي دي قبل كده يعني ان انا اجيب object واضيفه عندي فيه الفيديو باستخدام الـ application ده تحديدا يعني. عيب ده بقى يتكلم عن الـ border diff دي اه زي ما قلنا كده اتناشر طريقة بنستخدمهم عشان نعمل compositing او عشان ناخد object واضيفه اه فيه صورة تانية. اه فاحنا هنا مثلا بيديك example اهو. عندنا صورتين. عندنا هنا الصورة image الصورة الاصلية بتاعتنا. وعندنا صورة تانية اللي هي destination. دول هما الصورتين اللي احنا عايزين نعمل ما بينه compositing او عايزين ان احنا نضوفهم على بعض. فالصورتين دول انا ممكن اعمل ميرجنج ما بينهم بطريقة الـ border and diff من خلال الـ 12 method اللي قدامنا دول. هنا في اه يعني ممكن اعمل ميرجنج ما بينهم ويطلعلي السورس. ممكن اعمل ميرجنج ما بينهم ويطلعلي حاجة اسمها الـ atop. تمام. او اطلعلي طبعا ده اللي هو السورس. السورس. ممكن نقول عليها السورس اي طب. تمام. اه هنا اه ممكن اعمل ميرجنج ما بينهم ويطلعلي السورس اوور. تمام. اه لانه واضح هنا ان السورس اللي هو المثلس هو اللي فوق الـ destination. ممكن يطلعلي السورس سورس اوت. ممكن يطلعلي السورس بس. اه دست اي طوب او دست اي طوب. دست اوور. دست اوور يعني الـ destination image هي الـ اوور. زي ما احنا شايفين كده يعني. تمام. اه او دست نيشن ان دست نيشن اوت. او كلير. كلير هنا معناها ان الالفا بزيرو. لو انت فاكرا يعني. اكيد انت القطي الجزء دي. الالفا قلنا هي اللي بتتحكم في مادة الشفافية يعني. تمام. المهم لو كانت الالفا بزيرو. فالكلير هنا مش هيكون فيه اي اوبجيك. الابجيك اللي انا ضيفته على الصورة مش هيكون بين خالص. اه ممكن نضيفهم بطريقة الـ XOR. اكد انت فاميليار مع اللوجيك جيتس يعني وعارف الـ XOR. فهو ممكن ياخد الصورتين ويطبع لهم الـ XOR يعني. تمام. فهو يعني بيقولك ان الـ result اللي بتطلع. دايما نتيجة الميرجنج ما بين السورس والدستيناشن. بتكون عندي البيكسل متقسمة للاجزاء اللي لنا دي. تمام. يعني البيكسل ممكن تكون عبارة عن السورس. تاخد الـ color بتاع السورس. ممكن تكون عبارة عن الدست. تاخد مثلا الـ color بتاع الـ destination image. ممكن تكون عبارة عن بص. عبارة عن حاجة ميرج يعني ما بين السورس والدست. اه ممكن تكون عبارة عن نزم. يعني تكون black area يعني. مش black اللي هو لوني البلاك. لا. بلاك اصلا ان هو قيمة فاضية يعني. مفيش. مالهاش اصلا color. يعني مش تكون black لا. يا مالهاش color. زيها مثلا الجزء اللي في النص ده كده. تمام. فخلينا يعني يعني على خاصلك الموضوع بتاع الـ border diff combusting. اه وناخد من سبب الارقام. يعني تعالي نتكلم. انا هنا محضر بي دي اف. نتكلم في الـ 12 طرية دول بشكل مختصر لانه وهنا يعني اه طول فيها شوية. فانا اقول لك خلاصة الموضوع. هو اصلا اللي هيسألك في حاجة زي كده في الامتحان. هيديك صورتين. source و destination. ويقول لك مثلا طبقيني عليهم طريقة الـ border diff. هل بقى يقول لك طبقين الـ 12 طريقة. او هيقول لك طبقين طرق معينة. اه هنشوف الكلام ده يعني. اه دلوقتي وانعرف كله. بحس تكوني familiar مع الـ 12 طريقة. اه تعالي بقى نبدأ ان احنا نتكلم على كل واحدة هنا على حدة. او حاجة هنا اه انا كاتب لك الـ description بالنسبة لكل case بالنسبة للـ clear اللي هو الجزء ده كده. ده معناه ايه؟ معناه ان source image is completely transparent. transparent يعني الصورة شفافة تماما. هي شفافة لدرجة انها مش باينة اصلا تمام. فالـ source image دي لما بتكون شفافة تماما طبعا شفافة بمعنى ايه؟ لكن انا خليت مثلا قيمة الـ alpha بزيرو. تمام? فده معناه ان هي تكون شفافة تماما. او ده هيطلع لي resulting in a transparent output. طيب بالنسبة للـ source. الصورة اللي هو ده. طبعا ده case من ضمن الكيزيس يعني. يعني دي ما تعتبرش. احنا خلاص قلنا لصورتين هم. تمام? فانا ممكن اكون عايز اطلع الـ source بس اللي هي الصورة دي. ففي الحالة اللي زي دي بعمل ايه؟ ففي الحالة اللي زي دي بعمل ignore للـ destination image. يعني بخلي الـ alpha تكون بزيرو. وباخد الـ alpha دي وقوم ضربة في الـ values بتاعت destination pixels. او الـ values بتاعت destination image يعني. وفي الحالة دي خلاص هطلع الـ output بتاعي يكون الـ source image فقط يعني. تمام? فده كده بالنسبة للـ source. بالنسبة للـ destination. هنعمل العكس بقى. لو انا عايز اطلع الـ destination image فقط. يعني عنده صورتين هم. وعايز اطلع ما بينهم الـ destination فقط. في الحالة دي اعمل ايه؟ في الحالة دي. ايه الـ output. اللي هيكون عبارة عن destination. وبنعمل ignore للـ source. معنى ان انا بعمل ignore للـ source. يعني قيمة الـ alpha هتكون بزيرو. ولكن الزيرو ده بقى هيتدرب المرة دي في الـ value الخاصة بـ source image. تمام? يعني انا هقولي ان الـ output image على طول هتكون بيساول دي. اللي هو الـ destination على طول. من غير ما اقعد بقى اخد اصلا الـ alpha واضربها في الـ source image. لا طالما هو عايز يطلع الـ destination. هقوله ان الـ destination او الـ output يعني الـ output الصورة الجديدة اللي هتطلع. ولكن انا سميها S. تمام? هتكون بتساول دي. هتكون بتساول destination image على طول. طيب رقم اربعة اللي هو source over. بقولك source image is composited over the destination image. اللي هو ده. بقولك ان source image هي اللي هتكون, اه, composited. فوق الـ destination image بتاعتنا. زي ما اوضح كده من الرسمة. يعني المؤمن هنا كل رسمة. انا هنا كتيب لك الـ description بتاع كل فيهم. اه كده خلاص اتكلمنا في السورس اوبر. بالنسبة بقى للدستينيشن اوبر اللي هو ده. هيكون العكس بقى. هيكون هاي الديستينيشن اه فوق زي ما احنا شايفين كده. اهو اه ازا دستينيشن اميج از كومبزيت اوبر زي سورس اميج. بالنسبة للسورس ان. ادي لسورس ان. وده قد بيكون مبارا عن الافرلاب ما بين التو اميجز. اهو او 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 الافرلاب او اوفرلابنج اريا. او فزي سورس ان دستينيشن. يعني باخد الصورتين. وحطهم مسلا فوق بعض كده. والجزء اللي هو عامل لي افرلابنج بينهم اللي هو هايكون الجزء ده بس. فده اللي بيطلع لي نتيجة ال آآ الصورس ان. بعد كده عندي دستينيشن ان. او 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 اوفرلابنج اريا او دستينيشن ان سورس ايمجزي اسكيبت. تمام? هنا طبعا هيتعاكس الموضوع. لان لو تاخد بالك هنا في الصورس ان كان بيحصل او مبين السورس والدستيناشن. انما هنا موضوع اتعاكس. ايبان ما بين الديستيناشن والسورس. يعني باخد الو مبينهم بس مرة السورس هي اللي بتكون فوق ومرة التانية هي اللي بتكون فوق. تمام? فهيطلع لي الدست ان. طيب بالنسبة لي الدست اوت او هنا السورس اوت. السورس سورس امش اسaco. يعني انا باخد الصورتين وبحطهم على بعض. والجزء اللي هو مش عمل اوفرلاب في السورس امش هو ده اللي انا باخده. اهو هيطلعلي الصورة دي. يعني انا اخد الصورة دي احطها على الصورة دي. تمام؟ والجزء اللي هو مش عمل اوفرلابنج في السورس امش اللي هي يعني برضو هحط الصورتين على بعض ولكن المرة دي بقى هاخد من الدستيناشن مش من الصورت اللي هي الصورة بتاعت المسلس يعني كنا انا حطيت الصورتين زي ما قلت فوق بعض وبشوف الجزء اللي هو مش عامل اوفرلاب في الدستيناشن وده اللي انا باخده في الدست اوت بالنسبة للصورت الفكرة هنا ان احنا بناخد الصورت امج وبنحطها هنا بنحطها فوق الديستيناشن امج بعد كده طبعا مش بنحطها فوق كلها احنا بنحطها على الجزء اللي عامل اوفرلابنج فقط اللي هو الجزء دا ده الصورت inspiring يعني انا بجيب الصورت امج بحطها فوق ولكن مش فوق الديستيناشن امج كلها لا ده فوق الجزء اللي عامل يعني لو تاخذ بالك هتلاقي الجزء دا وطمئة المسلس دا الواحد دا الواحد اللي اعمل الOverlaping هنا على الDestination Image الDestination بالعكس بقى يعني باخد الDestination Image وبحطها فوق الSource Image ولكن مش فوق الSource Image كلها لا فوق الجزء اللي هو عامللي او فوق الOverlaping Area زي الشكل دا كده الDestination Image الDestination Image بحطها فوق الSource Image وبعد كده باخد منهم الجزء اللي عامل فقط يعني مثلا الجزء ده من مش عامل على المسلس فمش هاخده الجزء اللي تحت ده مش عامل على المسلس فمش هاخده الموضوع بسيط جدا حضرك لو قراتي يعني دي كلها تفهمي لوحدك ولكن انا ماشي معاك step by step اخر حاجة موجودة عندنا اللي هي اللي خلاص تكلمنا يعني بدول تكلمنا في كل حاجة اخر حاجة هنا ال-xor بصي بقى ال-xor بيقولك ايه بنعمل pixel in both the source image and destination are combined باخد البيكسل او باخد الصورتين بحطهم على بعض وبعد كده بطلع منهم الجزء المشترك اللي هو ال-overlaping area تمام او الاتنين محطوطين على بعض واتلاحظ ان الجزء الفاضي هنا هو ال-overlaping area ما بين الصورتين يعني ده كده اتناشر طريقة اللي هم بتوه ال-porter def بيستخدمه في ال-computer graphics بيستخدمه اي حد بيحب يعمل merging بقى صحوة في ال-images او في الفيديوز هو بيستخدم ال-12 طريقة دول تمام طيب احنا كده فهمنا كل طريقة فيهم وعرفنا يعني كل حاجة بتدل على ايه تعالي بقى ناخد امثلة مثلا بالارقام ولا حاجة دول ال-12 قانون بالنسبة لل-12 طريقة بتاعة ال-porter def اللي موجودين عندنا اللي اتكلمنا فيهم دلوقتي اللي هو ال-clear بقى وال-source وال-destination وال-source over وهكذا فهنا ال-R دي نعرف بس ال-notation بتدل علي ال-R دي هي بتدل على output image تمام طبعا في حالة ال-clear بناخد طبعا ال-R بتكون بتساوي zero تمام ما بيكونش عندي صورة اصبا في حالة ال-clear لو انت فاكرة اهو ما بيكونش عندي output زي ما تقولي كده ان الصورتين بيكونوا مضربين في zero اللي هو source وال-destination فما بيكونش عندي output تمام طيب بالنسبة لل-source عشان اطلع ال-source image فبقول ان الصورة الجديدة هتساوي ال-s على طول اللي هي هتكون ال-s دي او هي هتكون الصورة الاصلية بتاعتي تمام يعني بقول ان الصورة الجديدة هتساوي ال-s على طول اللي هو صورة المثلث بما ان انا عايز اطلع ال-source image طب لو انا عايز اطلع destination image اقول ان R اضبط image هتساوي destination زي ما اتكلمت معك من شوية طب لو انا عايز اطلع source over اعمل ايه في الحالة دي source over اللي هي كانت الصورة دي لو انا عايز اطلع الصورة دي اعمل ايه في قانون هنا اللي هو بعبارة عن الصورة الجديدة هتساوي ال-s اللي هي الصورة بتاعت المثلث مثلا زائد الصورة بتاعت destination مضروبة في واحد نقص lsa lsa هنا بيمثل alpha لو انت فاكرة لانا انا اقول لك احنا بنتحكم انا عايز الـ object يكون شفاف ولا لأ فانا هنا بتحكم في الشفافية خد ايبالك هو هنا مش واخد alpha في الحسبان يعني هو هنا حط المثلث فوق destination image ولكن مش واخد alpha في الحسبان فانا ممكن احط alpha هنا على المثلث واتحكم هل انا عايز المثلث يكون شفاف ولا لا يعني هل انا عايز اخلي destination image تكون بين شوية معايا في الصورة ولا لا ففي الحال دي اتحكم في alpha يعني حتى هنا في السلايد ده بتاعتك كان بيقولك ان alpha هنا مش متخدأ في الحسبان يعني انما احنا هنا في القوانين بتاعتنا مدخلين alpha معنا في الحسبان فالفكرة كلها ان انا باخد source image زي ما هي والصورة التانية بتحكم فيها هل انا عايز اخليها تكون واضحة جدا ولا تكون بشكل شفاف شوية تمام لان انا عايز اطلع على source over source هو اللي يكون over بالشكل ده معنا ان source over يعني عايز الصورة بتاعت source تكون واضحة بشكل جيد لذلك احنا مدخلاش alpha على source الفكرة كلها ان انا بتحكم في الشفافية بالنسبة لل destination image اللي تحت دي تمام عشان كده alpha هنا موجودة مع destination انما source هتطلع زمهية طيب لو انا عايز اطلع destination over هتلاقي alpha الSA اللي هي alpha بتاعت source image تمام بعد كده زائد destination image مدروعة فيه واحد نايس الSA اللي هي alpha برضو بتاعت source image واخد بالك احنا هنا بنترح من واحد لان زي ما قلت من شوية ان قيمة alpha بتكون fringe ما بين zero و one فانا هنا بتحكم بقى انا عايز اطرح قديم الواحد تمام يعني انا مثلا لو حطيت الSA اللي هو alpha بتاعت source image لو حطيت هنا مثلا بواحد فيبقى واحد ناس واحد صفر صفر فكل ده مش يبقى موجود فاللي هيبقى ظاهر معي بس هو source image بتاعتي وكمان ممكن اتحكم في source image عايز تكون باينة بنسبة ده تمام فهو الموضوع كله عبارة عن equations ما بين two images اللي موجودين عندنا وبشوف بقى انا عايز الصورة دي تكون باينة بنسبة اد ايه والصورة دي تكون باينة بنسبة اد ايه طيب لو انا مثلا عايز اطلع source ايه طب اللي هي كانت الصورة دي كده لو انا عايز اطلع اعمل ايه بقى اطبق الاكوشن دي هتكون الصورة الجديدة بتساوي source image مضروبها في weight او مضروبها في alpha مضروبها في alpha بتاع destination image زائد destination image مضروبها في واحد ناياس ال weight او ناياس alpha بتاع source image تمام المهم من القانون دي تعرف فيها قويس جدا عشان لو طلب منك ان تطلع او تعملي يعني merging ما بين two images وطلع اي حاجة من ال 12 دول تكون عارف ال equation على طول وتروح الطب باي فان احنا هتطلق مثال اهو كمان بالارقام عندنا مثلا صورتين والصورتين دول مثلا هناخد منهم single pixel وهنفترض ان الصورة بتاعتنا هي gray skill image يعني هنا عندي بقى source image هنسميها S مثلا وعندي pixel واحدة فقط في الصورة هنشتهر على pixel واحدة طبعا لما دي كتعمل الكلام ده بيتم على كل pixels الموجود عندك في الصورة ولكن هنا للتبسيط جبنا value واحدة من gray skill image فالمية دي بتمثل pixel موجود عندي في gray skill وانا هنحدد برضو وطبعا الالفا دي اذا ما قلنا هي ما دهاش رقم ثابت الالفا بتكون fringe ما بين 0 و 1 على حسب احنا عايزين الobject بتاعنا يكون شفاف ولا لا تمام فانا الالفا value بالنسبة لل source image هتكون مثلا 5 من 10 فمعنا كده نحن بنعمل half transparent يعني 50% من الشفافية بالنسبة ل الobject بتاعي بعد كده بيكون عندي destination image اللي بمية بكسل من destination image بميتين ودي الالفا الخاصة بال source image ودي الالفا الخاصة بال destination image اللي هتكون 7 من 10 فال destination image هنا يعني هتكون ظهرة بشكل اكبر من source image تمام فهنا بقى هتطلق 12 مثال اهو لحد x or على 12 case بتاع border diff اللي موجودين عندنا بكل بساطة لو انا عايز اطلع clear image اعمل ايه لو عايز clear image معناها ان احنا بناخد source وdestination بندربهم في zero فمش هيرجع لحاجة يعني هتكون output image بتاعتها يكون ب zero يعني تمام اه طب لو انا عايز ارجع source image source image اه اللي احنا كنا شوفنا الشكل بتاعه فوق ففي الحالة دي اقول ان R اللي هي output image هتسوي source image على طول يعني destination مش اخدها في الحزبان خالص طب لو انا عايز اطلع destination image اقول ان output هيسوي destination image على طول طب لو انا عايز اطلع source over source over اللي هي الصورة دي تمام احنا عايزين نطلع الصورة دي فالقانون بتاعه قد الصورة الجديدة هتكون عبارة عن source image زاد destination image مضروبة في واحد ناقص alpha بتاعت source image طبعا alpha بتاعت source image احنا محددنا في البداية بخمسة من عشر لو انت فكرة اي تمام فبتعواضي عادي خالص انت معاك البيكسل بتاعت source image اللي هي قمتها 100 ومعاك البيكسل بتاعت البيكسل اللي هي قمتها 200 مضروبة في واحد ناقص اللي هي الالفا بتاعت source image اهي خمسة من عشرة وهتخلص الكلام ده كله هتلاعلك في الاخر قيمة البيكسل في الصورة الجديدة هتكون بمتين تمام بس ده الموضوع ببساطة انت معاك اللي اتنشر كزا هم اللي هم بتوع البيكسل ومعاك هنا مسلب الارقام اعتقد خلاص انا حلت معاك كزا 3 اهوة ولا حاجة ولا اربعة عندك هنا كل اكزامبل البيكسل موجودة وبنعود بالبيكسل وكل حاجة موجودة في البيكسل كلها يعني هتلاعني البيكسل كلها عبارة عن S وال D وال 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 A وال كل القيم يعني مثلا هنبص على XOR الصورة الجديدة او البيكسل احنا طبعا نشتغل على بيكسل باي بيكسل فالصورة الجديدة هتكون بتساوي بالنسبة لكل بيكسل هتشتغل على القانون ده مضروبه في 1 نقص الالفا بتاعت ال destination image زاد destination image مضروبه في 1 نقص الالفا بتاعت ال كل 30 تمام انا كده اعتبر شرحت لحضرتك ملخص موضوع border composting زي ما قلتلك يعني ما فيش اي طرق تانية لو هتجيبلك سؤال في حاجة زي كده هيديك صورتين وقولك طبعا اليوم مثلا اي حاجة من ال 12 طرق دول فانا شرحت لك كل طرق على حدة شفنا description وشفنا equation بتاعة كل حاجة فيهم وعرفنا ازاي ان احنا بنعاوض في القانون ونطلع output بتاعنا تمام فهنا خلاص بانا هعمل skip لكل الجزء ده انا وضحت لحضرتك خلاص الموضوع هنا بيتكلم على ال 12 طريقة وزاي ان احنا بنطلعهم من خلال equation دي source destination والbus ده مواجدين هنا عندنا ده احتمالها بالنسبة لكل بيكسل وبيشتغل هنا على destination a top اللي هو destination a top اللي هو ده ففي الحالة دي يعني بيقولك ان هو هنا ال S هتكون موجودة في equation d هتكون ب zero وال b دي هيعوض مكانها بال d pixel بتاعة d اللي هي بتاعة destination يعني ما تشغيش بالك بالكلام ده زي ما قلت لحضورك عرافي ال equations اللي اعطي لك عليها وعرافي ازاي انت بتعواضي في equations وبس وتعرافي يعني كل حاجة معناها من ال 12 يعني وانا وضحت كل حاجة ال 1 ده هنا برضو نفس الكلام بيبدأ ان هو يجيب two images اللي هو مثلا دايرة و مربع بيبدأ ان هو يضيفهم على بعض يعني هنا بيقولك a over b يعني هنا هتلاقي اللون ال a in b يعني ال a في جزء منه داخل ال b اللي هي الدايرة بتاعتنا a out b الجزء اللي هو خارج ال b اللي هو الجزء ده من المربع يعني a top b هنا ال a او الجزء اللي هو بتاع المربع يعني اولا يكون top على الدايرة بتاعتنا axor b عارفنا شوفنا وطبنا مثلا من شوية ازاي ان احنا بنطلع axor هيكون كله field بالشكل ده باستثناء الجزء بتاع intersection خدنا مصب الاقام عليها من شوية هنا بقى بيبدأ ان هو يدخل فيها alpha شوية بحيث ان هو يتحكم في اللون ده وتعال هو عايز يكون شفاف ولا لا فهنا يعني بيغير بقى في قيمة alpha نفس الصور اللي فوق ولكن هتحس ان intensity مختلفة شوية هتلاقي هنا لون الازرق خفيف شوية تمام كل ده لون الازرق خفيف فهو عملي غير في قيمة alpha مش اكتر وهنا استخدم combination ما بين الاثنين يعني هو ادخل alpha هنا ياخد من هنا نسبة واخد من هنا نسبة اللي هو الجزء المشترك اللي ما بين هم ده بعد جده هنا حطت المربع ده اللي بيتمثل هنا في المربع ده مثلا دي والجزء اللي هو من الدايرة بيتمثل هنا تمام خياس على بقية المربعات ده الانترسكشن فده دي البيكسلز بتاعت الانترسكشن دي البيكسلز بتاعت الجزء اللي هو تحت من المربع دي البيكسلز اللي فوق ودي البيكسل اللي بقى معاك في حتة الالفا والترانسبرانسي اللي هو عايز الصورة دي مثلا اللي انا هضيفها او الابجيكت اللي انا هضيفه على الصورة التانية يكون شفاف بنسبة قد ايه فهو بيبدأ بقى يحط قيم للالفا بالنسبة للسورس والديستنيشن والبوس لان انا قلت ان كل قلنا في البداية المحاضرة ان كل بيكسل بتطلع اللي هي الصورة اللي كان حطيتها يعني كل بيكسل بتطلع بيكون اه احتمالية من دول يا اما تكون سورسي اما تكون ديستنيشن اما تكون ميكس ما بين الاثنين مثلا اللي هو بقى حتة الالفا اللي احنا بنبدأ نتحكم فيهم عايز دي تباينة مثلا عايز الصورس بيكسل تكون باينة مثلا بنسبة 7 من 10 ديستنيشن بيكسل تكون باينة بنسبة 3 من 10 وهكذا فده البوس او نيزة مش عايز اي حاجة تكون موجودة يعني في الاريا بتاعتي تمام فانا الالفا بي والالفا ايه كلام دهت يعني وضحنا من شوية واخدنا عليهم سلب الارقام فانا هعمل سكيب للجزء دهت انا المين كونسرت زي ما قلت لحضرتك اهم حاجة تعرفي الاثناشر طريقة والفكرة منهم ايه والاكوشن بتاع كل حاجة فيهم هو زي ما قلت له هيجيب لك حاجة في الامتحان شكل كده هيديك الصورتين ويقولك اعملي لي مثلا البورتر ديف بس بعتقدش انه ممكن يطلب الاثناشر او ممكن يطلبهم الله اعلم كده كده معاكي الاثناشر اكوشن يعني انا بقى بيتكلم في مشكلة خاصة بالالفا احنا اتفقنا في بداية المحاضرة ان الالفا دي هي عبارة عن تشينال بنزوده على سري تشينالز اللي موجودين عندنا والالفا دي هي عبارة عن برضو الماسك ده لو انت فيocks في البداية كانوا عندنا المسك بتاع الدوج لما عدنا نتكلم بلتلك ان الالفا دي تعتبر المسك اللي هو ال launches black and white فالفكرة بقى لو انا عندي مثلا صورة بنت وعايزة تطلع على المسك بتاعها وده مثلا شعرها فهتلاقي ان هنا الاجس او ال Hotel او ال roundashes بتاعت الругоبشيكت اللي هي عشان يعني الشعر هنا رفاع جدا فهدي هتعمل لي مشكلة في البلندنج لما اجي اخد الوبجيكت اللي انا عايز اضيفه ولا يكون الشخص ده عايز اضيفه على صورة جديدة تمام فهتلاقي ان الادجيز دي يعني بتعمل لي مشكلة ودي المشكلة انا اتكلمت عنها في بداية المحاضرة يعني اللي هو في حتة الاسموثينج بقى في حالة مثلا لو كانت الالفا صور مثلا بالشكل ده تمام فبالتالي اما اجي اخدها وعمل لها بلندنج مع اي صورة تانية هتلاقي ان الادجيز فيها مشكلة ففي الحالة دي بقى بنعمل الحل اللي اتر حضرتك عليه في بداية المحاضرة باستخدام لها بلوسيا وفلتر وبنتعامل مع الموضوع كلينير سيستم يعني يعني مثلا بيكون عندي ديستنيشن ايميج هي وبيكون عندي صورس ايميج بعمل مثلا ما بينهم بلندنج وعندي البيكسل دي فيها مشكلة تمام ممكن مثلا تكون البيكسل دي بلاك او مثلا البيكسل مش سموس قوي يعني تلاقى شارب كده فاذا اي حد يبص على الصورة ياخد باله ان في حاجة متضافة ففي الحالة اللي ازاي دي برضو هنحلها بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنتعامل بها مع الامبينتنج في المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنعمل هندلنج على المسنج بيكسل فالفكرة هنا بقى ان انا بتأكد ان البيكسل بتاعت الديسنيشن انشور لابلاسيان اوف ديست بيساوي لابلاسيان اوف سورس اه فور اول كومبوسيت بيكسل يعني كل البيكسل اللي انا ضفتها هنا كده في الباودرز بالتحديد يعني هناخدها ونتعامل معها بالLinear System وندخل فيه الـ Equation دي ده نفس الكلام اللي شرحته في المحاضرة فشان مش عايز عيده تاني هنا بيفكرك بالLinear System Equation وهنا بقى بيبدأ ان هو لكل بيكسل يعني لكل بيكسل موجودة في الباوندرز البيكسل اللي هتكون موجودة في الباوندرز دي كده اللي احنا عايزين نخليها سموسين هناخدها ونحط مكانها البيكسل اللي هتكون في الباوندرز بس هناخدها ونحط مكانها الابلسيان فلتر تمام والابلسيان فلتر بيحاول يطلع على قيمة اللي هتكون قريبة جدا من الزيرو معنا ان هو يطلع على قيمة قريبة من الزيرو زي ما قلت في البداية يعني يخلي النقلة النقلة هي لما بين الـ Destination والـ Source Image تكون سموسين جوي يعني البيكسل اللي هتكون عند الـ Boundary يعني البيكسل مثلا عند الـ Boundary دي في Destination تكون مثلا بتساوي البيكسل اللي عند Source Image اللي هتكون في الباوندرز بالضبط بتاع Source Image طبعا بيحل الـ Equation عشان يطلع الـ B89 ده مثلا بالنسبة للبيكسل الليوكيشن بتاع 89 وبيقولك هنا صف عندنا صف لكل unknown pixel صعبة unknown او صعبة انا عايز اعمل عليها سموسينج يعني هو ممكن تكون البيكسل مش unknown يعني ممكن تكون معروفة بالنسبة لي ولكن الميرجنج ما بين Source و Destination واضح جدا يعني اي حد يبص على الصورة يقولك ان هي فيك ففي الحالة دي بنعمل سموسينج على الـ Edges يعني بتاعت الـ Object اللي احنا دخلناه على الصورة اللي احنا بنعمله Compositing تمام هنا برضو نفس الـ Example اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية المحاضرة بيعمل Compositing باستخدام Gradient Domain يعني هي نفس الطرية اللي اتكلمنا عنها من شوية ولكن بيدخل بقى Gradient Domain اللي هو طرية Linear System و عشان بس يتأكد ان ما فيش اي Missing Pixel والـ Object بتاعنا اللي احنا نضيفه على Scene يكون الـ Boundaries بتاعته بشكل سموس جدا مع في الحالة دي الـ Water اللي موجودة عندنا تمام؟ فده نفس الـ Example الـ Dog هيعمل له Extract باستخدام الماسك وايخده انه يدوفه على الصورة دي فهتكون دي هي الـ Result النهائية فهتلاقي ان الـ Boundaries يعني Smoothing قوي لانه هو مستخدم Gradient Domain اللي هو الطرية اللي احنا اتكلمنا فيها هنا تمام؟ طيب هنا برضو نفس الـ Example بيعمل برضو Extract هنا للـ Dog باستخدام الماسك وبعاكيها بنستخدم بقى اي طريقة من الـ 12 طريقة اللي احنا اتكلمنا عنهم بتاع الـ Porter & Def ونبدأ ان احنا يعني نضيف الـ Object على الصورة ممكن نتحكم في الشفافة بتاعته كمان او ان انا عايز يكون شفاف ولا لا باستخدام الـ Alpha بعد كده يبدأ بقى يتكلم فيه Seam Carving ممكن اسجل لـ Seam Carving في فيديو منحصل هو عاماتا Seam Carving موضوع بسيط جدا جدا وباستخدم في الـ Resize زي ما قلت الحقيق في البداية فهبعط لك الجزء الاول تسمعيه وباستخدم لك Seam Carving مش اخد ربع ساعة بس خلينا برده اخد بريك وان شاء الله ابعط لك الفيديو برده النهاردة وشكرا والسلام عليكم